يجب ونحن في الجمهورية الجديدة أن نعود إلى حب القراءة والمعرفة الصالحة حتى لا نستدرج من جديد ما أنت لازم تكون واع عشان ما تضحكش عليك عشان ما تستدرجش تستدرج ليه بقى؟ أن نحرق أصابعنا بأنفسنا العداء كسر والمؤامرات لا تتوقف الحقيقة وطوبة لكل من اهتم بزيادة معرفته وتعميق اطلاعه اشتهر العقاد بسعة اطلاعه وكثرة قراءاته لمختلف الكتب لا يترك نوعا من أنواع الكتب إلا قراءه ومع سرعة قراءته ودقته فقد كان يعلق كثيرا على ما يقرأه بقلمه وربما لا يعرف الكثيرون أنه كان يفضل قراءة كتب فلسفة الدين وكتب التاريخ العام والتاريخ الطبيعي وتراجم العظماء ودووين الشعر وقد قال إنني أقرأ هذه الكتب وأعتقد أن العلاقة بينها متينة وإن كانت تفترق في الظاهر إذ تؤدي جميعا إلى توسيع أفق الحياة أمام الناس فكتب الفلسفة الدينية تبين إلى أي حد تمتد الحياة المختلفة وأنواعه المتعددة وتراجم العظماء معرض لأصناف عالية من الحياة القوية البارزة والشعر هو ترجمان العواطفي فأنا لا أقرأ من الكتب إلا ما له علاقة بسر الحياة 30 ألف كتاب حاجة بتعقد وطموح كبير الكتب تعامل فكر تعامل فكر وتتنوع الأطعمة على مائدة الفكر والكل وجبة فكرية مجموعة من الكتب التي تؤصل تناولها هكذا كان يعتقد الأديب والمفكر الكبير عباس العقاد إذا كنت تستطيع أن تعرف سر الله عرفت سر الحياة ولكننا مطالبون أن نحفظ لأنفسنا في هذا المحيط الذي لا نهاية له أوسع دائرة يمتد إليها شعورنا وإدراكنا والكتب هي وسائل الوصول إلى هذه الغاية وهي النوافذ التي تطل على حقائق الحياة ولا تغني النوافذ عن النظر ومن جهة أخرى فإن الكتب طعام الفكري وتوجد أطعمة لكل فكر كما توجد أطعمة لكل بنية ومن مزايا البنية القوية أنها تستخرج الغذاء لنفسها من كل طعام كذلك الإدراك القوي الذي يستطيع أن يجد غذاء فكريا في كل موضوع استمرار الحياة عند العقاد كانت استمرار قدرته على القراءة والكتابة دا كان معنى الحياة بالنسبة له وهذا شأت كل من كان صادق الإخلاص لوطنه وأهل بلاده إنني لا أتمنى أن أصل إلى سن المئة كما يتمناه غيري وإنما أتمنى أن تنتهي حياتي عندما تنتهي قدرتي على القراءة والكتابة ولو كان ذلك غدا أما شعوري لو بلغتها المئة إذا كنت بصحة جيدة فهو نفس شعوري الآن ولكن إذا ضعفت صحتي واضمحلت قوتي فإذا شعوري يومئذ سيكون كشعوري كل إنسان بالضعف والتعب وهو شعور مؤلم غير مريح وإذا توفرت لي الصحة ولم تضمحل القوة وبلغته سن المئة فإنني أؤلف كتاباً أسميه تجارب مئة عام أو قرن يتكلم وبالتأكيد بالتأكيد الصراحة ومن غير أي شك كان العقاد يعشق الفن الأصيل الجميل يأسرني الفن الجميل حتى أنني أبكي في مشهد عاطفي أو درامي متقن الأداء وأذكر أنني بكيت في أول فيلم أجنبي ناطق وكان يمثله الممثل القديم آل جولسون وكان مع آل جولسون طفل صغير يبثل دور الطفل الذي حرم من أمه وظل هدفاً للإهمال حتى مات وتأثرت من الفيلم وبكيت ولم أستطع النوم في تلك الليلة إلا بعد أن غسلت رأسي بالماء الساخن ثلاث مرات متتالية وأنا أستعين بغسيل الرأسي بالماء الساخن على إبعاد الأفكار السوداء عني عندما تتملكني كان بيغسل رأسه ميا سخنة عشان يبعد عنه الأفكار السوداء عندما تتملكه إحنا كمان محتاجين نغسل رسنا ميا سخنة ربما حتى نتخلص أو البعض مننا يتخلص من الأفكار الخبيثة اللي بادرها مدرس الخط حسن البنة في مصر وفي عالمنا العربي ترجمة نانسي قنقر